اهلا بكم الى العالمي هذا المساء انا رشا قنديل هذه هي العنوين بعد اسابيع من موجة الاحتجاجات في السودان قيادات بارزة تنشق عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم احتجاجا على رفض دعواتها للاصلاح ما تأثير ذلك على مستقبل الحزب وهل ينظر بمزيد من الانشقاقات في صفوفه مخيم اليرموك الفلسطيني في ضواحي دمشق بين سيطرة مسلحي المعارضة ونيران القوات النظامية من يتحمل المسئولية عما آلت اليه اوضاع مخيم مدنية الدولة على رأس قضايا خلافية اخرى تعيق اعمال لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري وتؤدي الى استقالة احد اعضائها كيف يمكن تجاوز هذه الخلافات مدنية وصلنا الى انها دولة مدنية ذات سيادة فانفاجأ بان لجنة السيادة هذه تنحاز للأقلية انهم الاربعة وتضرب عرض الحائط بالاغلبية اهلا بكم نخبة من ابرز قيادات حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان تنشق عليه احتجاجا على ما يصفه بعض افرادها بتجاهل قيادة الحزب لدعوات الاصلاح وسوء التعامل مع اصحابها تطور يرى فيه البعض مؤشرا على صدع جديد مؤلم في بنية الحزب سيكون له ما بعده من الاثار والتداعيات بينما يقلل مسؤولون في الحزب من اهمية هذه الخطوة ما دلالات ما جرى من حيث توقيته ومبرراته وهل ينظر بمزيد من الانشقاقات تؤثر على مستقبل الحزب او تعزز من الفاعلية السياسية للقوى المعارضة لنظام الرئيس البشير موجة الاحتجاجات التي اجتاحت السودان قبل شهر ونيف رفضا للزيادة التي فرضتها الحكومة على اسعار المحروقات يبدو انها قد وصلت الى عقر دار حزب المؤتمر الوطني الحاكم مجموعة من المعارضين البارزين في الحزب ابرزهم غازي صلاح الدين الوزير والمستشار السابق للرئيس عمر حسن البشير اعلنت عن عزمها تأسيس تيار سياسي جديد معارض والخطوة كما قال صلاح الدين هي احتجاج على ما اعتبرته المجموعة اجراءات تعسفية وغير قانونية اتخذها الحزب في حق اعضائه نحب ان اؤكد ان الخطوة جاءت بسبب تصرف الحزب مع هذه القيادات لكن كانت قد اعلنت انها تقف مع وحدة الحزب وانها تقف مع العمل داخل الحزب مجد انسواح ولكن بعض قادة الحزب الوطني المؤتمر الوطني باقوا زرعا بالاستقلالية التي يتحدثها هؤلاء والشجاعة التي يتحسنون لها في المواقف المختلفة فقاموا بإصدار قرار الصص اصلا قرار الخروج لم يكن هو الخيار الاول بالنزل لهذه المجموعة ولكن بعد الفصل والتدميد لم يتبقى الا خيار تشكيل الحزب السياسي جديد هذه المجموعة مجموعة لها تقدير في الساحة السياسية السودانية خطوة صلاح الدين ومعه ثلاثون شخصية سياسية اخرى عرفوا معا بمجموعة الواحد والثلاثين تعد الضربة الاقصى التي يتلقها حزب المؤتمر الوطني منذ استقالة امينه العام السابق حسن الترابي عام 1998 اثر توقيع مذكرة طالبت بتقليص صلاحياته وكان من بين الموقعين عليها صلاح الدين نفسه واخرون المنشقون الجدد لم يخرجوا في الواقع الا بعد ان اوسط مذكرة من قيادة الحزب الحاكم بفصلهم خطوة اعتبرتها المجموعة دليلا على انسداد الافق امام القوى السياسية في البلاد لان الحزب لم يعد يملك افكارا ولا مبادرات جديدة ولا يقبل حتى بالمبادرات التي تأتي من اعضائه على حد قولهم صلاح الدين الذي لازم البشير خلال السنوات الماضية كمستشار ومناصر مقرب منه اطلق مع رفاقه مجرد مبادرة فهم لم يطلقوا بعد اسما على حزبهم العتيد لكنهم قالوا انهم يعاولون على الشارع السوداني المنطفض لحشد التأييد لهم شارع انتقد الحكومة على تعاملها الخشن معه وان رأى البعض في الخطوة مجرد محاولة مبكرة للخروج من سفينة البشير التي يخشون غرقها في بحر الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت شرارتها ولا احد يعلم ان كانت ستخمد ام ستمتد نارها وتنتشر ينضم الينا عبر خدمة سكايب من دبي القيادي في حزب الامة مبارك الفاضل اهلا وسهلا بك كذلك ينضم الينا عبر الهاتف من الخرطوم القيادي في الحركة الاسلامية سيد حسن عثمان رزق اهلا وسهلا بك سيد حسن وايضا من الخرطوم الصحفي والمحلل السياسي الدكتور ياسر محجوب اهلا وسهلا بكم جميعا بداية هي من الخرطوم حيث القيادي في الحركة الاسلامية حسن عثمان رزق سيد حسن بدايتنا هي من اشعال الموقف او هذا الاشتعال بين رموز مجلس القيادة وعلى رأسهم غازي صلاح الدين وبين حزب المؤتمر لماذا الآن يعني التعامل مع المتظاهرين هذا كان قبل عدة اسابيع لم يكن اشهر الذي حدث اخير حدث اخيرا هو الخشة التي قصمت ظهر البعير محاولات الاصلاح بدأت منذ زمن مبكر وفي داخل مؤسسات الحزب وقلنا نصدع بعرائنا في داخل مجلس الوزراء وفي داخل الحركة الاسلامية وفي داخل المتمر الوطني لكن كان هناك دائما ضيق وعدم استماع وصم للآدان لكل محاولة لإصلاح العوج الذي ألم بالحزب وبالحركة وبالحقومة والقرارات نعم القرارات الجائرة الأخيرة التي اتخذتها لجنة أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان إجراءات تعسفية وغير قانونية ولم تستمع لمرافعة المتأمين أو المحاسبين من منسوبة تيار الإصلاحي لكن معظم هذه الرموز رفضت أصلا لامتثال أمام اللجنة لفضت المثول أمام اللجنة وقالت إن لجنة تشكيلها غير قانوني لأن من المفترض محاسبة هؤلاء أمام مجلس الشورى بالتالي لم تكن هناك أصلا لغة حوار صحيح لأنه كان اعتراض على رئيس اللجنة بعدم الحيادية وكذلك بأنه لا يستطيع أن يتخذ أي قرار ضد القيادة طيب نعم بهذه النقطة تحديدا أتحول إلى المحلل السياسي دكتور ياسر محجوب دكتور ياسر من وجهة نظرك كيف كانت وجهة نظر الحزب الحاكم إذا كان هناك بالفعل لجنة تم تشكيلها لمحاسبة هؤلاء وتوصيات بعزلهم سياسيا على أي حال لماذا كل هذا تضرر والتنديد باستقالة هؤلاء وعلى رأسهم دكتور غازي من وجهة نظرك يعني أنا أعتقد قضية قضية الانشقاقات هي جرسومة تصيب كل الأحزاب والكينات السياسية سواء التي تحمل السلاح أو التي تعمل داخل العملية السياسية داخل السودان ولكن إذا نظرنا بشكل محدد إلى قضية هذه القضية نجد أن الحزب المؤتمر الوطني تعامل بانفعال وعدم روية مع هذه المذكرة وليس كان من المعقول أن يتم التعامل مع مذكرة تضمنت أفكار إصلاحية تعاملت بطريقة مدنية وليست بالعوف أو حتى بمظاهرات كان من الممكن أن يتم التعامل أو من جانب الحزب الحاكم على هذه المذكرة التي قدمت من هذه الشخصيات البارزة والمميزة والتي كانت من رموز الحزب حتى أسابيع قليلة فائدة لم أسمع السؤال جيدا هل أنت تدين تصرف الحزب الحاكم فيما يتعلق بكيفية التعامل مع المذكرة التي قدمت إلي المطالبة بمطالب إصلاحية كما تفضلت وذكرت يعني أنا أرى أن التعامل لم يكن تعامل مثالي يحفظ للحزب نفسه كيانه في ظل أوضاع سياسية هشة هو في أمس الحاجة لأن يكون متضامن في أمس الحاجة لأن يضرب مثال للأحزاب الأخرى أنه وأن الحوار الداخلي فيه جيد وأنه يستطيع أن يتحاور مع الداخل وبالتالي هو مؤهل أن يتحاور مع الأحزاب الأخرى باعتباره الحزب الحاكم على ذكر الأحزاب الأخرى دعونا نتوجه إلى أحزاب المعارضة سيد مبارك الفاضل يعني في تصريحات لغازي صلاح الدين دكتور غازي على بي بي سي العربية عبر الأثير في راديو بي بي سي هو قال أن هناك مراهنة من جانبه ومن جانب مجموعته على الشارع لماذا لم يذكر المعارضة التقليدية لماذا لا تعول هذه المجموعة عليكم كثيرا في وقت من المفترض أن التكاتف بينهم وبينكم سيصنع جبهة سياسية منظمة لا هناك منذ أن أصدرت هذه جماعة رويتها في يوليو الماضي وهي روية متطابقة تقريبا مع ما طرحته المعارضة في مواسيقها وهناك إشارات أرسلتها المعارضة لهذه القوى بأنها تقبل التعاون معها في إطار ما طرحته من ميساق وقضايا يتفق مع ما طرحته المعارضة في الانتقال بالبلاد إلى وضع ديمقراطي وحكم مدني وإلى سلام وترك احتكار السلطة لحزب وترك استخدام الدين بهذه الصورة المشوعة التي حدست في أحد لكن هذه الرموز التي انشقت هي أصلا من رموز هذا الحزب الحاكم وعملت معه لفترة طويلة وكانت السياسة موحدة إلى أن حدثت هذه الأزمة الأخيرة وبالتالي المساران ربما مختلفان سيد موبرك بينكم وبينهم هناك الفيصل في هذه القضية هو التوجه نحو الديمقراطية والسلام وترك الاحتكار السلطة وإقصاء الآخر القضية الأخرى التي أيضا هي فيصل بيننا أن يكون يعني أيديهم نظيفة من الفساد ومن الدماء في هذا استطلع نظر سيد حسن عثمان ما هو ردك على هذه النقطة سيد عثمان والله بالنسبة لنا نحن أثرنا أن نقف مع الشعب السوداني ومع قضايا الشعب السوداني التي تهم أولاً أولاً في ترافض كل القوى من أجل السودان لأن السودان الآن يتمزق من أطرافه والسودان الآن محتاج لكل أبنائه ولذلك نحن طرحنا كذلك فكرة الجفة السودانية الموحدة التي تضم كل ألوان الطيف ولكن أليس هذا مصار المعارضة التقليدية أيضاً المعارضة ممثلة في حزب الأمة وفي حزب الدكتور الترابي هذا هو مصار المعارضة أيضاً المعارضة أيضاً تقول أنها تنحزل مطالب الشعب السوداني وأنها تعزز مطالب التظاهرات أو الثورة كما يسميها أطراف المعارضة السودانية فما الخلاف إذن لماذا لا تستعين بهذه الجبهة المعارضة إلى جانب التعويل على الشارع كثيراً في هذه المرحلة إذا كنا كلنا نتفق على هذه المبادئ والإصلاح ما الذي يمنع أن نتفق نحن الآن ندعو كل الأحزاب أحزاب المعارضة وهو غما فيها المؤتمر الوطني لا يجلسوا ويتجاوزوا يتفقوا على الحج الأدنى من المشتركات بينهم ثم بعد ذلك تقوم انتخابات حرة نزيهة نحكم فيها الحزب الذي يفوس بالبرنامج الذي يقدمه للجماهير هذا ما نريده حتى لا يتمزغ السودان وحتى نتفق على نظام سياسي واحد ودستور متفق عليه وكل هذه الأشياء المهمة وحتى الاقتصاد نحن طرحنا في برنامجنا وورقتنا للشيد رئيس الجمهورية وللحزب الحاكم أن تكون هناك أن تكون لجنة اقتصادية تضم كل أطياف الطيف السوداني وتضم خبراء اقتصاديين من خارج السودان حتى تعالج المشكلة الاقتصادية السودان نعم بالتالي أعود إلى دكتور ياسر محجوب في النقطة التي طرحها هو وهي كيفية التعامل مع المذكرة الإصلاحية إذا صح تعبير التي قدمت ما تم هو أن رئيس الحزب الرئيس عمر البشير شكل هذه اللجنة برئاسة رئيس البرلمان وقرر تجميد عضوية هؤلاء الأفراد المجموعة لحين اكتمال التحقيق معهم الآن هم لم يمثلوا أمام اللجنة وبالتالي لن يمثلوا لقراراتها وبالتالي ستظل عضويتهم معلقة وهم أصلا انسحبوا وانشقوا الآن هناك أزمة ما هو السبيل الخروج منه يعني القرار اللجنة التوصية ومجلس الشورى بفصل الموقعين أو قيادة الموقعين على المذكرة ربما لم يترك مجالا لهذه المجموعة بأن تكون هناك حوار وأن تلجأ لتشكيل حوار سياسي لكن في السياسة كل شيء وارد وممكن ويمكن أن يراجع الحزب قرارات هذه اللجنة ويمكن أن يدخل في حوار مع هذه المجموعة لأن أنا أعتقد حزب المؤتمر الوطني ليس في حاجة في أن تخرج عنه مجموعة وهي مجموعة مؤثرة ولها تأثير على عضاء حزب المؤتمر الوطني وقد لا تكون هذه المجموعة هي وحدها قد تكون هناك مجموعات أخرى لم تظهر أو لم توقع في هذه المذكات ولكن البعض دكتور ياسر وبهذا أعود إلى سيد حسن عثمان رزق يرون أن مجرد انشقاق هذه الشخصيات البارزة التي عملت طويلا في هذا الحزب يعد شقا لصف الحركة الإسلامية في السودان مجددا وهو ذات السيناريو الذي تكرر في عام 2000 حين خرج الدكتور حسن الترابي عن هذه المجموعة وكان أبرز من عمل على إزحته دكتور غازي نفسه كيف تعلق على ذلك سيد حسن عثمان والله هو الخروج يعتمد على من خرج وكيف خرج ولماذا خرج ونحن نظن أن هذه المجموعة الموجودة مجموعة قيادية اكتسبت خبرة كبيرة في العمل السياسي ولها مصداقية كبيرة داخل حزب المؤتمر وخارج حزب المؤتمر ولذلك هذا الخروج سيكون هو الخروج الأكبر ولكن سؤالي هو الخروج الأكبر هذا أصبح مفهوما بالنظر إلى عدد ومكانة الذين خرجوا أو انشقوا عن الحزب الحاكم ولكن هل يشق ذلك الحركة الإسلامية السودانية سواء في الحكومة الفائتة أو في هذه الحكومة يعني فكرة الإسلام السياسي في السودان هو خروج إلى الجزء الأكبر ولذلك نظن بأن معظم أعضاء الحركة الإسلامية ومعظم أعضاء المؤتمر الوطني يقفون معنا وأنا على علم بأن اللقاءات الأخيرة التي تمت مع القيادات الوسيطة في المؤتمر الوطني وفي الحركة الإسلامية استنكروا هذه القرارات المتعصفة والمستعجلة هم حملون هم الذين آسروا الإنشقاء وحملون على هذا الطريق وإذا لم تكن إلا الأسنة مركبا فما حلة المضطرئ إلا رقوبها ولذلك قررنا أن نسير في هذا الطريق ونحن متأكدون بأن الغالبية العزمة ليس من أفراد الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني فحسب إنما من الكثير الذين يقفون على الرصيف يتطلعون لحزب يلبي رغباتهم وهدافهم ومشاعرهم وأنهم سيكونون إن شاء الله أعضاء في هذا الحزب الذي سترونه طيب ولكن تتعرفون إلى القيادات التي تقوده نعم بهذا أتحول إلى سيد مبارك الفضل مرة أخرى سيد مبارك ألا يعد ذلك من وجهة نظر المعارضة العاملة التقليدية في السودان الآن إعادة إفراز أو هيكلة لوجوه قديمة إعادة رسكلة يعني كما يقال لوجوه سياسية قديمة في السودان عملت لسنوات ربما لعقود حتى مع الحزب الحاكم أو مع هذا النظام وبالتالي الآن هي تنشق علي ما هو الضمانة لأحزاب المعارضة أن سيناريو 2000 لن يتكرر واشوفي أخت نحن ندعو كمعارضة وقوة ديمقراطية ندعو إلى إنهاء الإقصاء والإقصاء المتبادل في السياسة السودانية حركة الأخوان المسلمين الحركة الإسلامية دخلت في انقلاب عسكري وأقصة الآخرين الآن معظم قياداتها تساقطوا عن هذا الانقلاب وعن هذه المجموعة هذه المجموعة التي خرجت هي تمثل الجسم الوسيط لحركة الأخوان المسلمين أو الحركة الإسلامية وهي القوة الأكبر في هذه الحركة وهو انفصال ما بينها وبين العسكر يعني هذا هو المهم فيما يحدث هذا ليس انشقاقا في داخل حركة الأخوان المسلمين أو داخل الحركة الإسلامية هذا انفصال ما بين العسكر وماضينا الجسم الحي الوسطي في هذه الحركة نحن ندعو لإنهاء الإقصاء ندعو لعودة الديمقراطية نحن نرحب بهؤلاء الإخوة في الصف الوطني طالما لم يتلوسوا بالدم ولم يتلوسوا بالفساء أنا ألمس في حديثكم سيد مبارك الفاضل ألمس في حديثكم أنكم تطلبون من هذه الجبهة أو المبادرة أن تنضوية هي تحت لواء المعارضة السودانية وليس العكس هم يريدون تشكيل حزب رائد قيادي تنضوون أنتم تحته إذا أردتم لا لا هم كلامهم واضح هم سيعسسوا حزب ليجمع شملهم ولكي يتعاملوا من خلاله مع بقية القوى السياسية هم يدعون إلى جبهة سودانية عريضة يشارك فيها الجميع الجميع الآن في الحركة السياسية السودانية يدعو إلى مؤتمر دستوري يجمع كافة القوى السياسية يسارا ويمينا للاتفاق على نظام جديد في السودان والاتفاق على عودة الديمقراطية والسلام وعودة نظام مدني ديمقراطي في السودان وإنهاء الاقتتال الأهلي وإنهاء الإقصاء والإقصاء المتبادل في السياسة السودانية نحن نعتبر ما حدثه هو السهم الأخير في نعش هذا النظام بانفصال المجموعة الحية الوسطية في داخل النظام من العسكر فأصبح هناك عمر البشير ومعه بعد رفاقه وبعض الكبار من قادة الإسلاميين الذين انحازوا إليه بسبب الصفة وهم الآن انعزلوا عن بقية القاعدة وبقية القوى الوسطية في هذا النظام دكتور ياسر محجوب كيف تقوم هذه الرؤية هل هذا بالفعل المصمار الأخير في نعش الحزب كما هو شكلا ومضمونا معروف الآن وبالتالي مصمار يقود ركائن هذا النظام ممثلا حتى في رئيسه بالنظر كمان إلى أن الاحتجاجات الشعبية تعزز هذه الفكرة وهذه الرؤية يعني لا شك أن هذا الانشقاق سيؤثر على مسيرة الحزب المؤتمر الوطني إن لم يسرع ويتدارك هذه الأمر ولكن لا أستطيع أن أقول أنه سيودي على الأقل على المدى المتوسط أو المدى القريب أنه سينتهي هذا الحزب لكن أنا أود أن أضيف أن السودان مشكلته في كل القوى السياسية على إطلاقه وحتى حزب الأمة الذي يتحدث باسمه السيد مبارك الفاضل هو أيضا حزب إقصائي وعندما رفعت مذكرة الجيش عندما كان السيد الصادق المهدي رئيس الوزراء طالبت تلك المذكرة بإقصاء الجبهة من حكومة الوفاق إذن كل هذه الأحزاب تشارك في هذا الخطأ وهذا السبب الذي يتعين علي العودة إلى السيد مبارك الفاضل للرد على وجهة النظر هذه السيد مبارك الرؤية الإقصائية دون العودة إلى الوراء كثيرا هل هي بالفعل مطروحة على الساحة السودانية وبالتالي تعرقل هذه الجهود سواء لوحدة المعارضة مع الصف الجديد أو لوحدة الصفين مع المعارضة الشعبية على الأرض طبعا هذا التشبيه غير صحيح للأخ ياسر ويتكلم عن تحالفات في إطار ديمقراطي يخرج حزب ويدخل حزب آخر ولكن نحن نقول أنه نحن كقوة ديمقراطية لا ندعو لإقصاء أحد بل الديمقراطية هي أنه يختار الشعب من يحكمه وأن تكفل الحريات والحقوق الأساسية للجميع وهذا النهج الذي تباو حزب الأمة في كل الديمقراطيات التي جاء فيها في المقدمة في الانتخابات إذا كان ذلك في 58 أو في 64 أو في 68 أو في 86 آخر انتخابات فكانت الحكومة تشمل الجميع حتى الإسلاميين كانوا جزءا من الحكومة ثم خرجوا باختيارهم خرجوا من الحكومة نحن ندعو لإقصاء الإقصاء سوف يضر ويمزق السودان هذا مفهوم سيد مبارك الفاضل القيادة في حزب الأمة منضمن إلينا من دبي شكرا جزيلا لك كذلك من الخرطوم القيادة في الحركة الإسلامية حسن عثمان رزق شكرا جزيلا وأيضا من الخرطوم الصحفي والمحلل السياسي دكتور ياسر محجوب شكرا لكم جميعا العلم هذا المساء متواصل مع حضراتكم فيه أيضا مخيم اليرموك الفلسطيني في ضواحي دمشق بين سيطرة مسلحي المعارضة ونيران القوات النظامية من يتحمل المسئولية عما آلت إليه أوضاع المخيم مدنية الدولة على رأس قضايا خلافية أخرى تعيق أعمال لجنة الخمسين لتعديل الدستور في مصر وتؤدي إلى استقالة أحد أعضائها كيف يمكن تجاوز هذه الخلافات ومنع كاساتها على مستقبل العملية السياسية أحداث العالم تتلاحق لحظة بلحظة ونحن نتابع الأخبار بإيقاعها السريع عند ظهيرة لتكون لنا وقفة مع ساعة إخبارية شاملة لما يجري وما بين التفاصيل أحداث العالم ينقلها لكم مراسلون لتكون في متناولكم تمام الواحدة ظهرا في عالم الظهيرة ساعة إخبارية شاملة بإيقاع سريع نعرضها يوميا عالم الظهيرة على بي بي سي بين نارين غير صديقتين يصطلي سكان مخيم اليرموك الفلسطيني في ضواحي دمشق نيران القصف الجوي والمدفعي لقوات النظام السوري من جهة وزخات رصاص مسلحي المعارضة الذين يصلون ويجلون في أحياء المخيم من جهة أخرى غير العنف والرعب والخراب ثمة أنباء تتحدث عن معاناة إنسانية متفاقمة نقص حاد في الغذاء والدواء عمليات سلب ونهب وابتزاز يكابدها سكان المخيم من يتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية عما آلت إليه أوضاع السكان في هذا المخيم التظاهرات التي خرجت في الأيام والأسابيع الأخيرة للمطالبة بفك الحصار عن مخيم اليرموك في دمشق وتوجهت إلى حواجز الجيش السوري على خطوط التماس حملت نداء استغاثة إنساني ممن تبق في المخيم تعكس النقص في كل شيء من المواد الغذائية والطبية إلى الأمن والأمان سقط مخيم اليرموك في قبضة قوات المعارضة المسلحة العام الماضي بعد قتال شارك فيه فلسطينيون من أبنائه إلى جانب فريقي الصراع وهو يقضع وفق نشطاء إلى حصار من الجيش السوري منذ كانون الأول ديسمبر الماضي ومع دخول مقاتل المعارضة إلى المخيم فقد الأمان وبات عرضة لقصف مدفعي مستمر من الجيش السوري كما شكل كثير من أبنائه من تعديات وسرقات مارسها بعض المسلحين من المعارضة وتهجر معظم سكانه يقول مسؤول السلطة الفلسطينية عباس زكي الذي زار دمشق أخيرا والتقى الرئيس السوري بشار الأسد أنه لم يبقى في اليرموك أكبر المخيمات الفلسطينية في سوريا إلا ثمانية عشر ألفا من أصل مئتين وخمسين ألف شخص زكي حاول التوصل إلى اتفاق مع السلطات السورية على إدخال المواد الغذائية وفتح ممرات إنسانية من وإلى المخيم على أن يصار إلى تحييده وعلى أن تطلق السلطات السورية سراح المعتقلين الفلسطينيين في سجونها هذه المعلومات التي سربت مما سمي مبادرة عباس زكي يراها بعض سكان المخيم والنشطاء فيه غير منطقية خصوصا أن زكي وجه انتقادات علنية إلى بعض المعارضة المسلحة واتهمها بجر الفلسطينيين إلى الصراع ورفض إخلاء المخيم وتجاهل في الوقت نفسه المسئولية المبكرة لبعض الفصائل الفلسطينية حليفة النظام السوري في هذا الاستفاف وهي لديها مصلحة في عرقلة أي اتفاق أيضا أما مطلب تحييد المخيم فيرى نشطاء أنه بات صعبا في ظل التقاتل الذي يمتد على مساحات من دمشق وضواحيها ولا يوفر الأحياء المجاورة المعارضة المسلحة التي تسيطر على مخيم اليرموك تنتمي إلى فصائل عدة قد يكون بعضها يعمل تحت يافطة كبيرة هي الجيش السوري الحر إلا أن مرجعياتها تبقى موزعة وغير واضحة بحيث أن أي عملية تفاوض على اتفاق بشأن المخيم ينتظرها مسار صعب وغير مضمون والحجار بي بي سي ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق عضو اتحاد شباب سوريا سلام الشامي أهلا وسهلا وكذلك عبر الهاتف من نيويورك الكاتب الفلسطيني ماجد كيالي وأيضا من رمالة أحمد عساف المتحدث باسم حركة فاتح لكنني سأبدأ من مشاهدات سلام الشامي سلام حدثني بعد تسعين يوما من حصار خانق على مخيم اليرموك ما هي مشاهداتك للوضع الإنساني في المخيم؟ نعم بالسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أعتذر سلام تفضلي نعم طبعا القصص في الصواريخ وقذائف الهوام وقذائف العصابات الأساس لا تحتاج على مخيم اليرموك كما باقي المناطق وضع إنساني صعب منذ شهور أعلاف المدنيين يعيشون داخل المخيم وضع إنساني صعب جدا حفار خانق عدم سماح لأي شيء لدخوله إلى المخيم أيضا هناك حادثة أن تشهاد عائلة كاملة بسبب تناولهم لطاحين غير صالح للإستخدام البكري من هذه العائلة أساسة حمود أحمد علاء الدين طبعا اضطروا لتناول هذا الطاحين نتيجة حصار صباح الأساس لمخيم اليرموك ونفات كل ما يمكن تناوله طيب يعني إذن هناك أزمة غزائية سلام هذا ما تحدثيني عنه طاحنة يعني أزمة غزائية مشكلة كبيرة ماذا عن استهداف بعض الأسر أمنيا سواء من قبل القوات النظامية أو لبعض الشهادات التي وردتنا من قبل المعارضة المسلحة أيضا أختي الكريمة بالنسبة للمقاتلين بالنسبة للمقاتلين لا يمكن أن يفتهد في المدنيين أختي الكريمة من الذي تقل على المدنيين من الذي ذات بسلام يعني هذا تناولناه في التقرير وسأعود إليه بالنقاش أنا ما أسألك عنه هو مشاهداتك للوضع الإنساني الغذاء العلاج المحاصرين داخل المخيم كيف تعيش الأسر العادية المقيمة في المخيم ومن بينها أسر فلسطينية وأيضا الكثير من السوريين نصف شبه التام بالمواد الطبية المواد الغذائية تقوم الحواجز بمنع دخول المواد الأساسية كالطاحين والخبز أيضا حدثات حادثة أريد أن أحدثك عنها كل فأبع أيام تقريبا الحاجز الموجود على مداخل المخيم اليامو قامت السماح للأهالي لمدة ساعته فقط للخلوط من المخيم وجلب باردة الخبز وعندما خرج جمعات النساء والشيوخ لجلب الخبز وعند عودتهم إلى الحاجز قام الحاجز بإيقاطهم ومنعهم من الدخول ومتادرة جميع الخبز وطلب وقال لهم بالحرف الواحد قال لهم تقلد عوائل كنت أعطيه ربطة خبز يعني أموري إلى اللحامة التي يتعرض لها المدنيين واضطر عجوز مسن لديه سهدين في عائلته ولديه أصوال مسؤول عنها لتقلد عوائل كنت لقي أحسن فقط على ربطة خبز يعني أين حقوق الإنسان شكرا جزيلا لسلام الشامي عضو اتحاد شباب سوريا من دمشق منضمنتا إلينا شكرا جزيلا لك سلام وبهذا أفتح الحوار مع ضيفية ماجد كيالي وكذلك سيد أحمد عساف بداية هنا هي من ماجد كيالي الكاتب الفلسطيني في نيويورك سيد ماجد يعني كان هناك رأي واضح منذ البداية أو تعليمات واضحة صدرت للفلسطينيين خلينا نقول نصيحة من القيادات الفلسطينية في المخيم ألا يكونوا طرفا في هذا الصراع منذ البداية الأولى هذا لم يتحقق لماذا مشكلة فلسطينية فلسطينية أم داخل المخيم هناك أزمة الصحيح كان هناك إجماع فلسطيني على النائب المخيمات الفلسطينية عن الأوضاع الحاصلة في المدن السورية وأحياء السوريين وكل هذا الوضع لكن في طرف فلسطيني بعينه يعني أحد القصائل الفلسطينية وهو القيادة العامة خرج عن الإجماع الفلسطيني وأصر منذ البداية على اعتبار ما يجري في سوريا باعتباره مؤامرة واعتبر أنه معني بالدفاع عن النظام هذا كان خارج الإجماع الفلسطيني هذا الفصيل حاول أن يفرض في المخيمات الفلسطينية نوع من ما يسمى اللجان الشعبية أو لجان الحماية الذاتية إلا أن كل الفصائل بدون التسماء رفضت المشاركة بهذه اللجان هذا الفصيل استمر على رأيه في تحويل المخيم وحتى تحويل مكاتبه في المخيم إلى مكاتب لأجهزة الأمن السورية طيب ولكن سيد أحمد جبريل سيد ماجب كان له وجهة نظر واضحة في هذا الأمن طيب سيد أحمد جبريل قال إن ذلك كان ضروريا تشكيل هذه اللجان لحماية أمن الفلسطينيين داخل المخيم سيما بعد ما ذكر عن مجازر وإعدامات جماعية وأن من خرج عن الصف الفلسطيني هو باقي الفصائل هو اتهم باقي الفصائل بالمسؤولية عن هذا الوضع المترد يعني هو النبائي كل الفصائل الفلسطينية كانت على غلط وهو أحمد جبريل اللي كان على صحمة هو أحمد جبريل من السبعينيات هو كان مع النظام السوري في ضرب الحاق الوطنية اللجنانية يعني أنا لست بصدد نقاش المواقف السياسية للقضى الفلسطينيين ليس لأنها غير متصلة ولكن خليني أنا أترجح بوجهة نظرك سيد ماجد قبل أن نتحول بهذه النقطة إلى سيد أحمد عسير سيد أحمد هل المسؤول بالفعل هو فصيل واحد عن هذا الوضع يعني المسؤول عن تردي الأوضاع في مخيم اليرموك في سوري يأت من داخل فلسطين من الأراضي الفلسطينية يتحمل المسؤولية أبناء شعبنا الفلسطيني الآن يحاصرون يقتلون يجوعون لا يوجد ماء لا يوجد دواء ماذا بالذي اقترفوه أكثر يعني الغالبية العظمى من أبناء شعبنا في مخيمات اللجوء لا علاقة لها فيما يجري بسوريا كان في تعليمات واضحة من قبل الرئيس الفلسطيني للجميع بأن لا تتدخلوا نفسنا لأننا لسنا طرفا فيما يجري بسوريا أو بأي دولة عربية أخرى لأن مصالح شعبنا ومصالح قضيتنا تحتم علينا أن نتخذ موقفا مع أي جهة على حساب الجهاء الأخرى ولكن للحقيقة أنه في جهتين فلسطينيات خرقن هذا الإجماع الوطني الفلسطيني الجهة الأولى الجبهة الشعبية القيادة العامة والجهة الأخرى بالمقابل حركة حماس أيضا حركة حماس أعلنت بأن لها مقاتلين مع المعارضة الفلسطينية المخيم الفلسطيني نجح بالنأي بالنفس لمدة عام كامل لدرجة أنه كان ملاذا آمنا لغالبية الطرفين يعني اللي كان يريد أن يتزود بالغذاء والدواء يدخل على المخيم الفلسطيني سواء من المعارضة أو من جهة الدولة ولكن عندما زج بهذا المخيم وأصبح قاعدة بدل أن يكون ملاذا آمنا للأسف فقد المخيم حصانته وعانى الكثير بس هذا يعني سيد أحمد عساف أن السلطة الفلسطينية ليست لها اليد الطولة وليست هي من يحدد السياسة الفلسطينية على أرض أخرى من المفترض مضيفة إذا كانت القيادة العامة تتخذ قرارات بهذا الشأن وهي من يستطيع الحكم على الأرض هي تقول أنها تتعرض أمنا لمشكلات داخل المخيم وهذا كان بالفعل حاصل من أي جهة من الطرفين في الصراع في سوريا هذا أمر آخر لا بالتأكيد إحنا ما إلنا سيادي على الأرض الموجود فيها لاجئين فلسطينيين لا في سوريا ولا في لبنان ولا في مصر إحنا ملعلن دائما بأننا ضيوف في هذه الأراضي وبأننا ضيوف مؤقتين وهمنا هو العودة ونريد أن نحافظ على هذا المخيم كرمز للنقبة ورمز للجريمة الإسرائيلية ورمز لمعاناة الشعب الفلسطيني أما عندما يمحى هذا المخيم الآن ولا يبقى فيه إلا 18 ألف لاجئ لمصلحة من؟ هل لمصلحة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني؟ هؤلاء المئات الألوف من المهجرين الذين هاموا على وجوههم جزء وصل لبنان وجزء على الحدود لمصلحة من؟ من الذي يغيثهم الآن؟ من الذي يسأل عنهم؟ وبالتالي إحنا لما قلنا على الجميع أن لا يتدخل كنا نعلم تماما بأن هذا يصبح في مصلحة شعبنا والبديل هو كارف ووقعت الفأس في الرأس أستاذ أحمد عسف أستاذ أحمد عسف أستاذ أحمد عسف بالفعل وقعت فأس في الرأس والآن وضع المخيم هو من أسوأ أوضاع مخيمات لاجئين الفلسطينيين في أي دولة عربية بالنظر إلى الوضعية التي عليها سوريا الوضعية الخاصة لاقتتال كما هو الحال من الخطوات التي اقترحها السيد أحمد جبريل خطوات الإجرائية مواجهة من سمهم بالمسلحين في صف واحد وتشكيل موقف جماعي ضاغط لفتح ممر إنسان آمن وهذا هو من المفترض أولوية الجميع جميع الأطراف أليس كذلك يعني الرئيس أبو مازن أوفد ثلاثة وفود على مستوى رفيع جدا وفدين من اللجنة التنفيذية لمنظمة تحريب الأسر أخ زكريا الآغة والوفد الأخير كان موفد من قبل الرئيس محمود عباس للرئيس بشار الأسد وأيضا مع الأطراف الأخرى وهو الأخ عباس زكي وكان همنا الأول الذي انطلقنا منه هو حماية أبناء شعبنا إغاثتهم وتجنيبهم ما يجري في سوريا وقدمنا الكثير من الأفكار لها علاقة بممر إنساني بفك الحصار المفروض نحن أرسلنا جزء من المساعدات وأطراف أخرى ولكن للأسف لم نستطع أن نوفق لغاية الآن الآخر المعلومات التي لدي نعم تفضل تفضل أعتادر آخر المعلومات يعني آخر الوعودات التي لدينا بأنه خلال الساعات القادمة قد ننجح في إغاثة أهلنا في مخيم اليارموك وتوفير الممر الإنساني الآمن لإغاثتهم وتقديم كل احتياجات التي يحتاجونها في هذا المخيم المحاصر سيد ماجد كيالي قبل أن نتحول مرة أخرى إلى الحلول العملية الرأي العام الفلسطيني سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو في سوريا رأي منقسم ينبغي الحديث عن أن هناك من عاشوا على الأرض السورية من الفلسطينيين لعقود ويرون أنفسهم مواطنين فلسطينيين سوريين كيف يمكن أن يحيد هؤلاء أنفسهم حتى دون قيادة القيادة العامة؟ يعني الوضع صعب ومعقد مخيم اليرموك الفلسطيني هو ضمن أحياء شعبية ضمن مناطق عشوائية سورية محيط مخيم اليرموك حي التقدم وحي التضامن والحجر الأسود ويلذا هذه أحياء معظمها أحياء شعبية هذا واحد الناحية الثانية قبل إنهاء صيطرة النظام على مخيم اليرموك كان معدل الشهداء الفلسطينيين في المخيمات السورية الفلسطينية في سوريا سبعين شهيد في الشهر هذا نحية ثانية معظم القصف اللي كان يجري على مخيم اليرموك في رمضان قبل إنهاء السيطرة النظام على المخيم كان قصف أحياء الجعونة وحذير من أحياء المخيم إذن هل تتوقع ونحن نعرف السرد يعني السرد للأحداث التي وقعت في المخيم انتهاءا بما يسمى بالمجزرة بس لحظة بس لحظة فقط حاجز القيادة العامة عند مدخل مخيم اليرموك هذا يعني هذا فتح معبر أهالي المخيم لحتى يتمونه بالخبض والمواد التوينية والمواد السيدلائية فقط حاجز القيادة العامة والمخابرات السورية على مدخل مخيم اليرموك القيادة العامة هي التي تتمسك بحاجز البطيقة في مدخل مخيم اليرموك هل تتوقع إذن أن يكون لوساطة مجلس قيادة الثورة السورية بين الجيش النظامي والجيش الحر أي أثر أنا أتمنى ذلك لأنه في حالة مأساوية في مقيم اليربوق يجب رفع الحواجز المحيطة بالمقيم الحواجز المحيطة بالمقيم هي حواجز القيادة العامة وهي أجهزة الأمن السورية مجرد رفع هذه الحواجز يمكن يدخل مواقع تموينية ومواقع طبية إلى أهلنا في المقيم في أحوالهم المأساوية الضائنة سيد أحمد عساف هل هناك قناة اتصال بين السلطة الفلسطينية وبين الوسيط في هذه الحالة وهو مجلس قيادة الثورة السورية لإنقاذ الفلسطينيين في المخيم دون إبداء وجهة النظر في الموقف السياسي أنا أؤكد لك بأننا نتواصل مع جميع الأطراف من أجل حماية أبناء شعبنا وإغاثتهم وهذه الأطراف سواء النظام أو المعارضة وما زيارة الأخ عباس زكي الأخيرة إلا لتحقيق هذا الهدف وما المبادرات الكبيرة التي قام بها الرئيس محمود عباس سواء المبادرة السياسية لإنهاء الصراع الدائر في سوريا والتي قدمت إلى كل دول العالم أو الجهود الكبيرة التي بذلها مؤخرا في ما يتعلق بموضوع مختطفين إعزاز وتعلمون بأن كان الدور الأكبر للرئيس أبو مازن والقيادة الفلسطينية من المخطوفين من كل الطرفين إلا للتخفيف عن أبناء شعبنا وإلا لتجنيبهم من المعاناة التي يتعرضون لها الآن ومن هنا أنا أدعو كافة الأطراف سواء جيش أو معارضة أو فصائل فلسطينية مدنية الدولة المصرية تبدو أكثر القضايا الخلافية تعقيدا بين أعضاء لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور في مصر الخلاف بشأنها حالة دون الاتفاق على المسودة الأولى حتى لمشروع الدستور وأدت إلى استقالة أحد أعضاء اللجنة وتهديد آخرين بالاستقالة كيف يمكن تجاوز هذه الخلافات؟ ما هي انعكاساتها على مجريات العملية السياسية في مصر؟ ربما اختارت أن تبدأ بالمواد الأقل إثارة للجدل بين أعضائها هكذا اختارت لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري وفق ما أعلنه محمد سلماوي المتحدث باسم اللجنة خلال مؤتمره الصحفي الأخير الذي أكد خلاله الانتهاء من إقرار ثلاث مواد فقط من إجمالي مواد باب الحقوق والحريات بالدستور المعدل لم نحتاج إلى عملية تصويت وإنما تم إقرار المواد بالتوافق العام بين أعضاء اللجنة مناقشة لجنة نظام الحكم وما زالت مواد هوية الدولة تتسبب في إثارة المزيد من الجدل المحتدم بين أعضاء اللجنة محتاجين فعلا تفسير للمواد الشراء الأسلامية إن لو هي المادة محسومة ما كانتش أعصى عليها جدل هذا إذا نحن تجد التفسير يوضح هذه القضية إن شاء الله نحن في طريقنا للتوافق عليها لكن أنا أعيز أقول إلى الآن إلى هذه اللحظة لم يحسم الجدل حوالي المادة الهوية الصرع بين تياري الدولة المدنية والإسلام السياسي تسبب في استقالة أحد أعضاء اللجنة وتهديد آخرين بالاستقالة دكتور وسيم السيسي أرسل بخطاب استقالة مفتوح نشرته وسائل الإعلام المحلية وبعد حوارات مضنية وصلنا إلى أنها دولة مدنية ذات سيادة فأنا أفاجأ بأن لجنة السياغة هذه تنحاز للأقلية إن هما الأربعة وتضرب عرض الحائط بالأغلبية اللي هما العشر وبعين بنقول دولة مدنية ديمقراطية مسألة حضور الأعضاء الاحتياطيين لجلسات التصويت على مواد الدستور تعتبر قضية أخرى مثلت قنبلة موقوطة قد تؤدي لفشل عمل اللجنة خاصة مع تلويح هؤلاء الأعضاء بالاستقالة من عضوية اللجنة إذا لم يسمح لهم بحضور هذه الجلسات حضور من ليس لهم التصويت في جلسة التصويت يبطل التصويت هذا كان الرأي اللي اعتمدته اللجنة مع كامل الاحترام للسيد المتحدث الإعلامي أو المتحدث الرسمي باسم اللجنة أعتقد أن ده فيه منقشات كتير خلينا نشوف بس رأيها المكتب وإن شاء الله بعد كده بيكون حدث حديث وما زالت قضايا محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية ووجود مجلس الشورى من عدمه فضلا عن تخصيص نسبة 50% من مقاعد المجالس النيابية للعمال والفلاحين نقاطا تثير جدلا كبيرا في عمل اللجنة من جديد تعيد مواد هوية الدولة المزيد من الجدل والنقاش داخل لجنة التعديلات الدستورية الأمر الذي أدى إلى استقالة البعض وتهديد البعض الآخر بالاستقالة من مقار مجلس الشورى المصري عطية نبيل بي بي سي القاهرة للنقاش ينضم إلينا من القاهرة الأستاذ مها أبو بكر عضو المكتب التنفيذي لجبهة الإنقاذ الوطني أهلا أستاذ مها وكذلك من القاهرة أستاذ جمال سلطان رئيس تحرير جريدة المصريون أهلا وسهلا بداية هي من مها أبو بكر أستاذ مها هناك قضيتان أساسيتان في كتابة الدستور تحت لجنة الخمسين هذه الأولى هي الصياغات في المواد والثانية هي مسألة اللجنة الاستشارية أو اللجنة الاحتياطي كما يطلق عليها أي القضيتين أسهم في استقالة رمز كبير مثل الدكتور وسيم السيسي وغيره الذين هددوا بالاستقال القضيتين سيدتي حيث أنهم تزامنوا في نفس اللحظة أن الأشياء التي تناقش فيه اللجنة النوعية ليست التي تخرج من لجنة السياغة وتتم تغييرها في لجنة السياغة ثم أيضا منع الأعضاء الاحتياطيين وهم ليسوا أعضاء استشاريين بل هم جزء لا يتجزأ من اللجنة سواء كان بنص القرار الجمهوري أو بنص إحد داخلية التي أقرها لجنة الخمسين وبالتالي هذا يؤدي في حقيقة الأمر إلى من الممكن أن يطعن على هذه اللجنة يؤدي إلى بطلانها لأنك أقصيت نصف الجسد عن المناقشات نعم من المفترض أن يكون أعضاء الاحتياطي ليس لهم حق التصويت ولكن ليس معنى ذلك أنهم لا يحضرون جلسة التصويت ذاتها لأن جلسة التصويت ذاتها في حياة الأمر هي المفروض أن كل عضو فينا بيكون حضر تلت الدستور بس بواقع أن الدستور متقسم على ثلاث لجان وبالتالي أنا لا أعرف إلا تلت الدستور التلتين لابد أن أنا أناقش وأبدي رأيي ومقترحاتي وبالتالي هذا لا يعلن إلا في لجنة التصويت وأبتالي من حق الحضور لأبدي رأيي وأبدي اقترحاتي ثم يأتي زميلي الذي لاحق التصويت ليصوت على ذلك كيف كان الرد على مطالباتكم المتكررة بحضور التصويت على المواد والصياغات حقيقة الأمر أن الرد كان رد عبسي جدا ويعني معمول رد قانوني من سيد أمين عام اللجنة الأستاذ جابر جاد نصار يعني يشوفوا كثير من البطلان في حقيقة الأمر يعني هو يؤسس الأمر قانونا أن هذا يؤدي إلى بطلان عمل للجنة إذا حضرنا جلسات التصويت هو على العكس تماما إذا لم يتم حضورنا هذه الجلسات سيتم من الممكن أن تبطل أعمال لجنة لأنه ببساطة اللجنة النوعية كان فيها مناقشات وأيضا كان فيها تصويت وكنا نمتنع عند التصويت لكننا نوجه رأي للتصويت نعم هذا مفهوم يؤخذ برأيكم ولكن غير مسموح لكم بالتصويت على المواد وبحضور جلسات أستاذ جمال سلطان من وجهة النظر الرقابية باعتبارك مراقبا لهذا الموقف لجنة العشر حينما شكلت كانت من الفقهاء الدستوريين تتشكل في أغلبها وقيل لجنة الخمسين ستعكس مختلف توجهات الشعب المصري ولكن هناك إشكالية قانونية عرضتها أستاذ مهو وعرضها دكتور سيسي المستقيل وهي أنه 30 يونيو ألغى دستور 2012 وبالتالي ما بني على باطل قد يكون باطلا ويضع اللجنة لجنة الخمسين تحت المسائلة القانونية في الصياغة أصلا منذ البداية كيف ترى هذه الوضعية لا هي طبعا مسألة أن 30 يونيو أبطل الدستور المصري بالكلية كلام غير صحيح وغير دقيق لأن خارطة الطريقة التي أعلنها الفريق عبد الفتاح السيسي كانت واضحة في أن الإجراء الذي تخذ تجاه حيال الدستور هو تعطيل الدستور أو تعليق العمل بالدستور وبالتالي فإن مجال عمل لجنة الخمسين أو حتى لجنة العشرة هو التعديل الدستوري وليس اختراع دستور جديد أما فيما يتعلق بما طرحه الدكتور السيسي أنا مندهش أن أتكلم عن أغلبية وأقلية هذه النقطة التي كانت تأخذ على لجنة المئة في فترة الرئيس السابق المعزول محمد مرسي أنها اعتمدت على أقلية وأغلبية وقلنا أن الدستور لا يكون إلا بالتوافق أما إذا احتكمنا إلى أغلبية وأقلية فالمؤكد أن الأغلبية هذه الآلية التي يجري بها التصويت في اللجنة أستاذ جمال يعني هي ليست مبتدعة هذه هي الآلية التي يجري بها التصويت في اللجنة لم يكن هناك اشتراط للثلث ولا للتوافق المسألة تتم بالتصويت وحتى يمنع منها أعضاء لجنة تحتياطي هذه الآلية بالفعل المطبقة نعم هو يمنع منها لكن الدكتور السيسي ليس هو المتحدث يعني يفترض أن من يحدد لنا ما هي أغلبية التصويت التي حدثت هو يحددها اللجنة ولا يحددها عضو لم يشارك أو لم يحضر يعني أنا أعتقد أن هذا التجاذب الأيديولوجي خطير ويحدد أي أمل في صناعة التوافق حقيقي حول الدستور القضية لا تتعلق الآن بمستقبل الدولة المصرية ومصالحها وحتى قضية الهوية يعني نحن يعني أنا لم أتطرق بعض للمواد واحدة تلو الأخرى أنا أريد بس العودة بالنقطة بالصيغة هذه بالآلية التي تعمل بها اللجنة إلى أصدمها أبو بكر كيف تعلقين أصدمها؟ في حقيقة الأمر عايز أعلق في النقطة الأولى المتعلقة ببطلان عمل اللجنة بطلان عمل اللجنة ملهوش علاقة بفكرة خريطة الطريق هذا الدستور المعطل أم ملغي ولكن ليها علاقة بأن هناك دعاء قضائية بالفعل أمام القضاء المصري تطالب ببطلان اللجنة التأسيسية للدستور المعطل وبالتالي إذا تم إلغاء هذه اللجنة فإذا الدستور هو باطل وما بيوني عليها من تعديلات أيضا باطل فيها وجهة نظر قانونية بحتها لا يسلي علاقة بخريطة الطريق أما فيما يتعلق بفكرة حسم المواد المختلفة عليها بالتصويت فلا يوجد آلية أخرى غير التصويت في حقيقة الأمر نحن في الأول نبحث عن التوافق ومصرون على التوافق ومصرون أن يكون هذا الدستور دستور معابر عن الشعب المصري كله لا إقصاء من طرف الآخر ولكن إذا اختلافنا فلابد أن نلجأ للألية الديمقراطية المتعرف عليها وهي التصويت سيد جمال سلطانة الآن إلى نقطة التي تفضلت وترحتها أنت وهي المواد المختلف عليها في الواقع هذه علامة استفام كبيرة لأن المواد المختلف عليها في هذا الدستور تقريبا هي المواد التي كان مختلف عليها في دستور 2012 وقبل ذلك في الإعلان الدستوري المكمل إبان حكم المجلس العسكري المادة الأولى حتى التي تتحدث عن مدنية الدولة مختلف عليها المادة الثانية المتعلقة بالشريعة ومادة أهل الكتاب الثانية والثالثة في الواقع مختلف عليها والرابعة والمادة 219 المتعلقة بمدنية أو عسكرية الدولة هذه المواد مواد أساسية إذا لم يجري التصويت والتوافق ما هو البديل؟ هو المسألة لابد أن يراعى فيها مسألة أن هذا التصويت هو تصويت داخلي لإقرار صيغة ستعرض بعد ذلك على الشعب المصري وبالتالي لابد أن تراعي التوجهات الحقيقية للشعب المصري التي كشفت عنها أكثر من استحقاق دستوري السابق وكانت النتيجة واضحة وحاسمة قضية هوية الدولة الحقيقة نحن نضخم من هذه المسألة بشكل كبير يعني ما يتعلق بمدنية الدولة قضية الهوية قضية نحن نتكلم في عالم الأفكار أما مسألة مدنية الدولة تتعلق بعالم المؤسسات البنية المؤسسية أن يكون هناك مؤسسة دينية تفرض إرادتها على الشعب المصري أو على باقي أجهزة الدولة هذا والخطر على مدنية الدولة أيضا بالنسبة للمؤسسة العسكرية أن تكون هناك مؤسسة عسكرية لها نفوذ مستقلة أو لها إرادة تفرضها على إرادة الشعب فمدار مدنية الدولة أن يكون الشعب هو مصدر السلطات أما قضية نطرح قضية هوية أو نقاش عن الهوية حتى لما نقول أن هوية الشعب المصري هي هوية عربية إسلامية فهذا الأمر مشترك بيني وبينك وبين حزب النور وحتى بين حزب جبهة الإنقاذ كل الأحزاب لنا اكتهدتنا ولنا رؤانا في الهوية العربية الإسلامية ولكن أستاذ جمال الصياغات في هذه المواد كانت هي يعني الورقة الأضعف في تمكين دولة عسكرية أو تمكين دولة دينية بين مزدوجين من السيطرة وإقصال آخرين يعني من يدافعون عن المادة الأولى مدنية تانية تحدثون عن أن هذه ضمانة ضد عسكرة الدولة والمادة الثانية هي ضمانة ضد وصول أحزاب الإسلام السياسي مرة أخرى إلى تشكيل دستور على هواهم كيف يمكن التعامل مع هتين المادتين هما خطيرتان لا نحن نتحدث الآن عن صياغ الدستور فلابد أن نتحدث عن التوافق لا يوجد أي خطر حقيقي على مدنية الدولة من الجانب الديني في مصر الآن الخطورة الحقيقية هي عسكرة الدولة هي وجود مؤسسة عسكرية مستقلة ولها سيادة مطلقة والحق يفرض بقوة السلاح وليس بإرادة الشعب هذا هو الخطر الحقيقي كيف إذن المادة الأولى من وجهة نظاركم مادة خلافية ولا ينبغي تطرق إليها كثيرا كيف هي مادة ثانوية من وجهة نظاركم وأنتم لكم هذا الرأي أنا أعتقد أن هذه المادة هي عملية استنزاف فكري أو استنزاف سياسي للتغطية على الخطر الحقيقي أو التحدي الحقيقي في الاستحاق الدستور الحالي وهو ما يتعلق بالمؤسسة العسكرية نعم سادة ما أبو بكر هل من تعليق سيدتي تحدث الأخ الفاضل عن ما خرج من أجله الشعب المصري وهريطة الشعب المصري الشعب المصري كان وجهة نظر واضحة جدا في 30 يونيو أنه يريد دولة مدنية حديثة لا دينية ولا عسكرية إذن نحن أمام خطرين إما الاستبداد العسكري وإما الفاشية الدينية وبالتالي نحن في مواجهة هزين الخطرين نريد أن تكون مصر دولة مدنية دموقراطية حديثة وفي ذلك آلية أيضا ينبغي الاحتكام إليها وهي التوافق على كتابة هذا الدستور بالتصويت بالتسكية بالاحتكام الأهلي بالاستفتاء يعني سنارة ولكن هذه اللجنة هي مخولة بمراجعة المواد الأولية أو الاتفاق الأولي الذي وصلت إليه لجنة العشرة أستاذة مهى الاحتياطي لا يصوت استقالات استقالة على الأقل حتى الآن واستقالات يقال أنها قادمة في الطريق هل هذا يعني أن فكرة تشكيل اللجنة دون خبراء دستوريين وفقهاء بالأساس لم تكن حصيفة؟ الأمر ليس لا علاقة بهذا الموضوع لكن الأمر لا علاقة بأنه تخص قرار من جانب هيئة المكتب وهو غير زي صفة في الحقيقة لأن هيئة المكتب بداخل لجنة الخمسين ليس دورها أن تصدر قرارات من هذا النوع هي دورها أنها تنظم عمل اللجنة بينما منشئ القرار هو سيد رئيس الجمهورية وبالتالي هذا القرار متعون عليه قانونا وأيضا هذا القرار يمثل إقصاء حقيقي يعني خلينا نقول فصائل حقيقة موجودة في المجتمع المصري على ذكر الإقصاء أستاذ مهى أستاذ جمال سلطان من المفترض أن الخلاف المحتدم بين حزب النور والأزهر من جانب وبين الكنيسة من جانب آخر فيما يتعلق بالمادة الثالثة وبعض الصياغات المنضوية تحتها تتحدث عن الميل إلى الطائفية في الصياغة في بعض المواد يعني هذه المادة مثلا ثالثة إذا أخذناها مثلا وهي ليست وحيدة يقال أنها تتحدث عن غير المسلمين بينما ينبغي من وجهة نظر الكنائس الثلاث المصرية أن تكون تتحدث عن المسيحيين واليهود كي لا تكون هناك هذه الصبغة الطائفية التي قيل أنه تمت شكوى منها في عهد الإخوان المسلمين كيف يمكن التوافق على مادة كهذه مثلا؟ لا هي المسألة أكثر تعقيدا من ذلك في هذه المادة لأن المخاطر فيها تتعلق بمسألة أن تقول غير المسلمين أنك من الممكن أن تدخل فيها بعض الصراعات الفكرية أو الدينية أو بعض الطوائف التي ليس لها وجود في مصر وأنت تفتح الأبواب فيها فتحقق مزيد من الانقسام الديني أو الطائفي داخل مصر فهناك قلق أو مشاك من هذه النحية لكن فقط أنا أريد أن أنبه أن مسألة عسكرة أو الخوف أو القلق من نظام حكم عسكري الحقيقة أن أكثر الأحزاب المصرية تحمسا لدور العسكر وسيطرتهم وحكم عسكري في المرحلة المقبلة هي الأحزاب الليبرالية مع الأسف وليست الأحزاب الدينية أو التي نقول أنها أحزاب ذات مرجعية إسلامية طيب بالنظر إلى الخلاف أستاذ مهى بين هذين الطرفين والذي تم الاحتكام فيها وقيل أن سيد عمرو موسى فشل في حل هذه الأزمة هل تعتقدين أن مواد خلافية يمكن أن تتسبب في انهيار هذه اللجنة لجنة الخمسين يا سيدتي أريد أولا أن أعلق على النقطة الصادقة التي علاق عليها الأخ الفاضل أنه لغير المسلمين لا فيه في مصر غير مسلمين وغير أقباط وغير يهود من حقهم أن هم يستخرجوا أوراق ثبوتية لنفسهم زي البهائيين أنا بقول أنه لغير المسلمين في أحوالهم الشخصية فقط يعني يقدر يطلع بطاعة يقدر يطلع شهادة ميلاد يقدر يجوز بنته يقدر يعني يمارس حياته اليومية والطبيعية وحنا يعني في حيات الأمر يعني واجرنا المرار من الصعوبات في الفترة السابقة في هذا الأمر أستاذ معا أنا أعتذر أنا وقت دهمني شكرا جزيلا لك على المداخلة مع أبو بكر عضو المكتب التنفيذي لجبهة الإنقاذ شكرا لك وكذلك أستاذ جمال سلطان رئيس تحريط جريدة المصريون جزيلا شكرا لك أستاذ جمال بهذا ينتهي العالم هذا مسائلي هذا اليوم شكرا لكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة